أدري أن الفكرة ذي حلبت من بعض اليوتيوبرز لكن أأكد لك أني تبعت أغلب المقاطع ولا واحد تكلم من نفس الكلام اللي بقوله ذي حين دورت واغلبهم يقول أوه اليوتيوبر الفلاني اختفى أوه نفسه يتكرر في كل مقطع ولكن اليوم المقطع غير بنعرض يوتيوبرز يختفوا بشكل غامض وأنا متأكد أنك مستحيل تتذكرهم ولكنهم موجودين في أعماق ذكرتك وكل اللي تحتاجه مجرد تلميح بسيط عليهم عشان تتذكرهم من جديد فبدون لا أطول هيا بنا ولكن رجاء لا أحد يفهم كلامي خطأ أنا أشكر جميع اليوتيوبرز اللي بنتكلم عنهم اليوم على المحتوى اللي تعبوا في تقديمه وما أقصد ديهانة لأي واحد فيهم أيوب أو أيوب 6669 هو عبن اليوتيوبرز الأثريين في عالم اليوتيوب وهنا نتكلم عن سنة 2011 اللي بدأ فيها قناته اللي الحين ما فيها ولا مقطع وعدد مشتركينها قريب المليون أيوب كان أحد اليوتيوبرز الأوائل اللي بدأوا مع بداية مانيكرافت في اليوتيوب العربي مع فراز جيمر ومحمد إكس دي إلى آخرة وكان عندها قاعدة جماهرية كبيرة جدا من معجبين ينتظرونه ينزل على أحر من الجمر وللمعلومية هذا اليوتيوبر كان أحد الأسباب الرئيسية اللي خلتني أسوي ذا المقطع لأنها مختفي ولكن ما حت تكلم عن اختفاءها حسب علمي أيوب يوتيوبر مختلف عنه لذكرته فراز جيمر ومحمد إكس دي وتيم فيصل خلنا شرح لك الفكرة اللي يقصدها بعض اليوتيوبرز أو الأغلب يحب يكون عنده أسلوب معين ما حت في اليوتيوب عنده زيها هالشي ممكن يكون من خلال الصوت أو الصورة أو الإدت أو حاجات مختلفة أو كل الأسباب ما بعضه مثلا تيم فيصل وفراز جيمر ومحمد إكس دي اليوتيوبرز القدام ذول اعتمدوا على الفيس كام وأنهم يطلعون وجههم ومحمد إكس دي بعد ما صار عنده خبرة بسيطة في اليوتيوب اعتمد على الإدت بجانب الفيديو والصوت ولكن أيوب ما كان زي الباقي فيديو موجود كومنتري أو تعليق صوتي على المقطع موجود لكن فيس كام لا إدت لا أيوب مقاطعها كانت مختلفة لأنها ما كان يطلع فيها إلا صوته واللعبة اللي جالس يتكلم عنها ومع ذلك ترك قناته وعنده ثممائة ألف مشترك وأنا واحد منهم ما أنكر الشخص ده ما شاء الله تبارك الله كان أسلوبه مميز ويخليك تتابع المقطع كامل بدون لا تحس وش ما كانت اللعبة اللي جالس يلعبها في المقطع وسواء كان في المقطع لوحده أو مع اليوتيوبرز الباقين وصوين فريق عشان يكشتون عند التنين ذا الكلام مبمن عندي ذي إحداث حصلت في مقطع قبل 11 سنة عن ماني كرافت بعد ما كان ينزل بشكل مستمر على اليوتيوب اختفى كم سنة ورجع مرة ثانية حول سنة 2020 بعد ما غير اسم قناته من أيوب 6669 إلى أيوتيوب 90 ما أدري وش الفرق ولكن شيء كويس إنها رجع أخيرا اليوتيوبر اللي كنا نحبه رجع مرة ثانية والحين نقدر نتابع مقاطعه ورجع أتزل مرة ثانية وخلال مدة قصيرة حذف جميع المقاطع اللي كانت في قناته واختفى إلى الآن وغير الألعاب فيه بعض اللقاطات الجميلة من حياة أيوب الحربي في اليوتيوب زي الفلوغ اللي صوره مع يوتيوبرين ثانين بدون لا أحد منهم يطلع وجهه وبدون لا يتحرك من مكانه واليوتيوبرين اللي معه هم حرفيا الفيديو تكلموا فيه عن أشياء غريبة ما لها صراح ببعض زي الشارع اللي لهم زماني صلحوه وللحين ما جهز والمطعم القريب من متجر غرف النوم السلام عليكم كيفكم شعب طبعا أنا جايكم من قناة ثامر وتم الدأس يا أخي أصبروا خلوا لبتل هذا غرف نوم شوفوا هذا غرف نوم نروح نام شباب للييتها بقادلة شي رحي لهم على طب سديل يعني ما عندك وقته رب هذا كأمتدت خادم ربيد عاد طبعا أنا هذا شارع اللي لهم ثلاث سنوات يقولون بيصمحونه ولا صمحونه أحمد إكس ثري هاليوتيوبر يمكن سمعت فيه قبل كذا ويمكن لا بس أنها باختصار من أكثر اليوتيوبرز اللي كان يسوون ايدت في اليوتيوب العربي في وقته وكان بعد من الأوائج اللي استخدموا الميمز في مقاطعهم وفي الحقيقة المقاطع كانت عبارة عن مجموعة من اللقاطات اللي اتضحك وراء بعض في الوقت اللي أغلب اليوتيوبرز فيه لو بيستخدموا ميم أو شي ضحك في مقاطعهم بيستخدموا واحد من الميمات الأجنبية المشهورة في وقته كان أحمد من القليلين اللي لم يستخدموا إلا فيديوهات وأصوات عربية بمعنى لو واحد أجنب يشاف المقطع ما بيفهموش المضحك في بزر صغير يلعب كود ويغني ولكن بتلقى العربي فطس من الضحة طبعاً كلام ذا سنة 2016 وحولها وذا كانت تلميح على ذا المقطع اللي ما لقيت إلا شخص واحد عرفه شكراً لك يا ريتش وورم أدري إنه كان مرة صعب ولكن أحمد إكستري استخدم الشيالة في 90% من مقاطعه بما أني كنت داري إنه تحدي صعب نزلت تلميح ثاني عن أيوب 6669 على غير مجرته العادة نرجع لموضوعنا أغلب أفكاره كانت عشوائية مثلاً يأخذ فيديوهات من اليوتيوب لأشخاص يقلدون اليوتيوبرز الكبار في مانيكرافت ويطقطق عليهم أدري ذي حين بيجيني كثير يتكلمون عن أن الموضيعة والأفكار حقته كانت تنمر بس الحاجة دي ما كان معترف فيها زمان النت كان عايش في فساد وسعادة في نفس الوقت ذا القسم الأول من مقاطع أحمد والقسم الثاني كان أنه يدخل قيم أو قيام كود ويطقطق على الموجودين معه بنفس الميمات والحاجات الغريبة دي وذا غير أنه كان عنده لعبة على الجوال من تصميمه اسمها عالم الضحك دورتها لكن ما لقيتها ولكن قمة الإبداعات أحمد X3 كان أنه وصل أكثر من 350 ألف مشترك ما شاء الله بدون ليطلعوا وجهه أو صوته لين سنة 2020 في ذي السنة أحمد نزل مقطع بالخشة لأول مرة وكان يلعب أمونغس يمكن الترند وقتها وكأنها ما كان خافي وجهها طول ذي السنين ولكن بعد مدة حذف المقطع وبعدها بمدة أكثر حذف جميع المقاطع وكتب الرسالة اللي أنهى فيها القناة مع السلام يا ورعان لا أمزح كتب قبلها وداعا يا أصدقائي بس أنا يتيوبرا يسوي لعبة كان شي مجنون حتي أظن الوحيدين اللي سووها هم فريق التمساح يوم سووا لعبة زي كلاشوف كلانس ولكن زي ما قلت فريق التمساح الفريق الكبير أحمد كان يشتغل لوحده أنا لا أخاف من أحد يا حيوانات اتخيسي يا الأصلع جميع كل أطفان ما كمان برحمن الله خلو في الأسعة أبي بي شارب شهيد لعنا إبك روكيز لو نرجع للفرقة اللي كان فيها عدد أعضاء ما شاء الله مرة كبير نفس وقت أيوب والشلة ذي كان اليوتيوبر إبك روكيز واحد من الشباب اللي معهم في المجموعة السلام عليكم ورحمة الله بركاتك وحاوك ماكو فراس الديني او فراس جيمر ومعي اليوم دقيقة دا إبك روكيز لكنها كان مميز بحاجة غريبة غير أسلوبها اللي كان يجذب المتابع لنهايتها المقطعة هو أنه ينزل مقاطع كل كم سنة أدري هشي غريب ولكن ما أمزح أكبر معدل تنزيل المقاطع له كان مقاطع كل كم شهر ولو تروح الآن لقناته اللي من 2013 بتلقي عدد المقاطع عليها هو 38 مقاطع من 2013 على الرغم من أنه في واجد مقاطع حذفها ونزل بعضهم مرة ثانية لكن يبقى العدد ماه كبير يعني ما كان عندها ألف مقاطع وحذفهم ومع ذلك روكيز استطاع أنه يبني قاعدة جماهيرية على منصة اليوتيوب وذا غير أنه كان ينزل مقاطع جماعية مع اليوتيوبر الثانين سواء ألعاب مشهورة أو مرعبة وبعد بما أنه محتوى عشوائي أو منوع كان عنده مقاطع زي فعاليات مع المتابعين ولكن إبيك روكيز هو اليوتيوبر الوحيد بدون لا أدخل في نيات أي أحد اللي ساحب على قناته بدون سبب لو تروح الآن لقناته آخر مقطع من 2020 ولكنه يبث كل فترة في التويتش فما في سبب يخليه ساحب على قناته فهو اليوتيوبر الوحيد عندنا اللي ساحب بدون سبب صدقي ممكن أنه ينزل مرة ثانية لأنه يبث بذوت ما هي قصيرة مدتها ثلاث ساعات الآن اليوتيوبر ذا يمكن تتفق أو لا ولكنها فعلا قدر أنه ينجح في اليوتيوب في عمره صغير بدون لا يخلي الشهرة في عمره صغير تأثر على حياته وهذا اليوتيوبر اسمه كينغ مادنس عيسى من سنة 2016 وعيسى ينزل مقاطع في الغالب متعلقة بالترند مع أن أول مقطع له كان سنة 2014 محتوى كينغ مادنس كان عشوائي ويتبع الترند بشكل كبير ولكن مع ذلك قدر أنه يحقق نجاح ما شاء الله بعمر صغير ووصل إلى حول الاثنين مليون مشترك مع أفكار مثل تحدي 24 ساعة في مطعم لا تتصل على مدر منه الساعة ثلاثة الفجر بعد ثمان سنين من ذا الترند للحين مبفاهم ليش ووش الفكرة من الساعة ثلاثة الفجر أذكر وقتها ما بقي يوتيوبر في النت إلا ونزل عن ذا الوقت أنها صار لها شي مرعب فيه تلقى يوتيوبر يلعب ما لها أي صلاح بالحاجات ذي فتلقى منزل لا تلعب مانيكرافت الساعة ثلاثة الفجر طلع لي جني حاجات غريبة مع أن الثلث الأخير من الليل وقت مبارك وتستجاب فيها الدعوات يا ليل تستغلها بالخير وتدعو لك والإخوانك في فلسطين وكل مكان نرجع لأخوينا كينغ مادنس اللي استمر بتنزيل محتوى عشوائي لفترة مرة طويلة وبعدها سحب مدة سنة كاملة عن القناة ولكنها رجع بعدها للتنزيل لمدة وبعدها سحب والمرة ذي السحبة كانت أكبر لأنها استمرت أكثر من ثلاث سنوات تعديل مستقبلي بسيط رجع قبل فترة ونزل مقطع أنه رجع ولكن مقطع واحد فهالشي ما بيكون عذر له للحين مختفي لا نقاش ولكن استكمالاً للكلام اللي قلته قبل شويات دائم نسمع أن الشهرة للأطفال بعمرهم الصغير شيء خطير وبيضرهم في حياتهم ومستقبلهم ولكن عيسى ما شاء الله ما تأثر بالذات بشكل سلبي وهو الشيء اللي أقصده الآن بتكلم عن آخر قناتين والسبب أنهم قناتين ومو بوحدة لأنهم مميزين عن باقي القنوات القناة الأولى هي قناة جداً غريبة والكثير ممكن أنها ما يوافقني في الرأي هالقناة اسمها الماسونية بالعربي أدري شيء غريب جداً ولكن هالقناة مرة شاطحة يعني ما بغى تكلم لأنني ما بشرح السالفة زي الناس فخلنا نشوف جزء من المقطع اللي عنوانه خلف زون ماسوني تم إثباته وبعدها نشرح الموضوع عشان يكون أسهل زي كده يربط موضوع غريباً ما لها صلاح في بعض مع بعض شيء مرة غريب ولا تفوتك نهاية المقطع شلون شرم الشيخ مدينة مصرية مدينة حين هي أيضاً مدينة مثل شرم الشيخ والجيزة وهي مدينة سعودية وهي أصل خنف وخنف من عائلة الشمري الشمري تحتوي على ستة أحرف أيضاً كلمة اندومي تحتوي على ستة أحرف يا أحد ما قلت الخنف كان يأكل الأندومي أندومي بالإنجليزية تحتوي على حرف إن وعلى نفس النهاية وبنفس الأسلوب سووا مقطع عن كل شخص كان مشهور في سنة 2017 وذا السبب اللي خلاني أتكلم عنه في القائمة هذه لأن قناته مختلفة عن الباقي ما هو محتوى من النوع اللي تعرفه شيء غريب وعشواي مرة ولكن هالشخص وصل إلى 300 ألف مشترك من 30 مقطع ما شاء الله في مدة مرة قصيرة ولكن آخر مقطع له من أربع سنين وإلى ذا اليوم وهو مختفي وما له أي أثر وللأمانة لو أحد يبي يقول أن المحتوى ذا نوعاً ما تافه فالمقاطع حقته في وقتها كانت مرة ضح وتنويع مرة قوي عن المحتويات الموجودة في النهاية وأنا أعتذر يا خلفزون ما لي صلاح والقناة الثانية اللي بتكلم عنها واللي هي بعد قناة عجيبة أناس اسكندا ما يحتاج تعريف أناس من الأشخاص اللي طلعوا بمحتوى مميز في اليوتيوب عن الفلوكات مع إبداء من جميع النواحي الإنتاجية والإخراجية والأفكار وغيرها محتوى كان الفلوكات وبدأ في سنة 2015 اللي هي قبل 9 سنين مر الرقم كبير لا أحد يحسب أن 2015 من 5 ولا 6 سنين ومع التنزيل الشبه مستمر مع كم سحبة والمحتوى المميز وصل إلى 3 مليون مشترك ولكن لين السنة اللي سبقت العام اللي تغير فيه تاريخ البشرية للأبد وهي سنة 2019 مرة طولت في الشرح آخر سنة كان فيها العالم الطبيعي وهي بعد السنة اللي نزل فيها آخر مقطع كان عن دولة المكسيك في قناة أنس ومن بعدها اختفى وانتشر ذا المقطع ولكن أنس ما اختفى فعلا وعشان كده هو في القائمة دي لأنها اختفى فترة وبعدها رجع مرة ثانية ولكن على التلفزيون وبعدها في برنامج في قناة ثانية ولكن قناتها الرئيسية اللي الناس عرفوه وحبوه فيها تركها من ذاك الوقت إلى اليوم ذا وهو صرح بنفسها أنها مستحيل يترك صناعة المحتوى لأنها الشيء اللي يحبه ولكن في نفس الوقت مو بشرط في قناتها الرئيسية هالشي مثل اختفاء علي او ايفانتازمك بعد دخوله لسعودي جيمر وللن نهايته سواء بثمن سنة للثانية في التويتش او لا يظل آخر مقطع في قناته من أكثر من ثمان سنين ونرجع لأنس اللي حرفيا في الزمن اللي انشهر فيه وزي ما يقولوا المتابعين اللي يوفقهم الرأي بالمناسبة وقت ما كان محتوى الأفراد باليوتيوب عبارة عن لو خيروكم مقالب وتحديات خياس كان أنس ينتج محتوى خرافي وبروحها الحلوة وشخصيتها المرحة دخل قلوب الملايين بطيبته ولكن في آخر مقابلة سواها اللي كانت في 2024 أو السنة دي بس عشان شخص يتابع المقطع في المستقبل ما علينا قال أنس أنها راجع لليوتيوب من جديد وعلى قناتها الرئيسية بعد وقال بعد أن المقطع اللي انتشر أنها معتزل كان مزح وللي للحين ما عرف ليش اعتبرت أنها ساحب وحطيتها من القناتين العجيبتين لأنها ساحب على قناته ولكن في الصدق هو ينزل لكن مب في قناته والشي الأغرب أن هالشي صار له مدة مرة كبيرة يعني مب سنة ولا سنتين فعشان كذا إذا تتفق أو ما تتفق عطنا رأيك تحت في الكومنتات ومرة شكرا للمنتسبين اللي يدعمون القناة أشكر دعمكم مرة وإذا أعجبك المقطع حط لايك واشترك وفعل تقطق التنبيهات وبعد التفكير القنوات العجيبة اللي تكلمت عنهم عددهم مب اثنين صاروا ثلاثة لأني تكلمت عناي فانتازميك اللي مرة تشبه قصة أنس إلا أنها في النهاية اختفى عن اليوتيوب بشكل نهائي نزلت مقطع كامل عن سعودي جيمر إذا تبت تشوفه ومهتم بالتفاصيل دي أكثر بيطلع لك بعد شويات حط لايك واشتري لا لا قلته دي خلاص فيه أمان الله دعوت الله للإشراق أن تسمو وتابقاني أن تسمو وتابقاني وتشرق مثل نور الشمس أو كالكوكب العالي